اشتركوا في القناة الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة يوم السادس من فبراير المقبل أنهى المنتخب الإماراتي مشهره في البطولة الأسيوية السابعة عشر لكرة يد في المركز السابع بعد فوزه على المنتخب العماني ب 31 هدفا مقابل 30 هدف وذلك في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن التي وقيمت على صالة مدينة خليفة رياضية إذ امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء شوطي المباراة بتعادل الطرفين ليكون المركز الثامن من نصيب المنتخب العماني ومن الجانب الآخر تمكن المنتخب الإيراني من تحقيق المركز الخامس بعد فوزه الصعب على نظير الكوري الجنوبي بتسعة وعشرين هدف مقابل 28 ليحقق المنتخب الإيراني فوزه الرابع في البطولة بما تعرض المنتخب الكوري للخسارة الثالثة ليحل في المركز السادس في البطولة هذا وتختتم اليوم منافسات البطولة بإقامة المباراة نهائية بين متخبي الوحرين وقطر في الساعة السابعة مساء على صالة مدينة خليفة الرياضية وتسبقها مباراة تحديد مركزين الثالث والربع في الساعة الخامسة بين منتخبي السعودية واليابان أعلن نادي المنامع عن إبرام اتفاقيات شراكة مع الرابط الأمريكية لمحترفي كرة السلة والذي من خلاله سيتم تنظيم دور إمبيئي مصغرة في البحرين للفئة العمرية ما بين 12 و 14 عاما جاء ذلك خلال مؤتمر الصحف الذي أعقده المقر النادي بالجفير بحضور رئيس نادي المنامز زهير كزاروني والمدارب الأمريكي سام بينزيت إلى جانب مدير العمليات لكرة السلة بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ومختلف وسائل الإعلام بالإعلام شكرا